طيب جدول الدوري بيرامدز الأول ب13 نقطة والأهل الثاني ب12 نقطة وفيوتشر أيضاً التاني ب12 نقطة زي وزي زيد يعني الأهل ومودرن فيوتشر وزيد التلاتة بيتساوفوا 12 نقطة قبل الاتحاد السكندري 11 وعندك قم بوطلاء الجيش 10 و10 والمصر البرسعيدي 9 في رسيد 8 نقاط بيتساوفوا الزمالك والجونة وبلدية المحلة واسموحة وبيقل عنهم سيراميكا بنقطة والاسماعيلي وفاركو عندهم أربع نقاط الداخلية عنده أربع نقاط هراخر البنك الأهل المركز قبل الأخير 3 نقطة وفي المؤخرة المقولين العرب بنقطتين فقط الأكبر فيه فرقتين بس مخسروش خالص زي ما انتوا شايفين في الجدول يريد تبصوا على الجدول فرقتين بس مخسروش الأهل وزيد الزمالك الأكثر تسجيلاً للأهداف سجل 12 هدف بينما الأهلي لأنه كمان لعب ماتشين أقل من الزمالك يعني الأهلي لعب أربع ماتشات بينما الزمالك لعب ست ماتشات الأهلي رغم أنه لعب أربع ماتشات لكنه سجل 11 هدف واستقبل 3 أهداف فقط الزمالك سجل 12 هدف يعني برضو النجاعة الهجومية للأهلي موجودة الفرقتين الاتحاد جايب 10 هدف وعنده هدف الدوري أيه الفريق اللي أكثر خسارة في الدوري كان البنك الأهلي استقبل خمس هزايم وفاز المباراة اللي فاتت فقط على المصري المقاولين العرب أضع في خط دفاع في المسابق استقبل 13 هدف في الست ماتشات في أربع فرق ما تعدلتش في أي مباراة في الدوري هي الأهلي ومودرن في يوتشار والمصري والبنك الأهلي مابولولو مهاجم للتحاد السكندري هدف الدوري بست أهداف بيتفوق على أندية فاركو اللي كل لعبتها سجلت خمس أهداف والدخلية لكل فريقها سجلت ثلاث أهداف فقط حتى الآن في المسابقة وبيعاد الرقم الإسماعيلي والجونة والطلاع وإنبي في صراع الهدفين إذا كان مابولولو هو الأكثر تهديفا بستة أهداف أحمد قندوسي لعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كيلوباترا سجل خمس أهداف حسام أشرف بلدية المحلة خمس أهداف مصطفى زيكو زد خمس أهداف أحمد بالحاج الجونة خمس أهداف بيرس التاوي الأهلي أربع أهداف والحقيقة تسجيل أحمد قندوسي خمس أهداف منهم هدف مبارح في مرمى فريقه الأصلي الأهلي طرح سؤال عند ناس كتير قوي سبتوا قندوسي ليه هو إيه ده أه إحنا ما سبناش قندوس قندوسي معارية يا جماعة أيوه عشان يحصل كده أيوه عشان نشوفه كده عشان ياخد فرص أكتر من اللي هيخدها لأنه لعب جيد وتذكر إن أنا كنت أوليح إنه كلر مقتنع به جدا ورفض إنه ينتقل الانتقال خالص لكن عادي شوفه وهو كان عند الموعد الحسن النهاردة قندوسي النهاردة بيشور حتى على موطن قوته فين أي يعني النهاردة بطريقة الأداء وطريقة استخدامه قد يعطي أفكار أي زائد للتوفيق برضو أنت النهاردة القندوسي على الفكرة جاب خمس تجوان ولكن مكمن الخطورة الحقيقة في معظم المطشات أي يعني حتى قدام الأهلي أي جات له ثلاث فرص حقيقية جاب منهم جود أي الجني اللي جابوه هم الفرصة اللي أقل منهم خطورة أي هو القندوسي يلعب كويس ودي كويس هو أنا لما يعني يتأكد صحة وجهة نظر أهلي القاعدة يقولك الأهلي مش عايزه جابوه عنده لا ما جابوهش عنده جابوه عشان عارف أنه لعب كويس واي بدل ما ناخد الجزء اللي جاب الذي يؤكد على رؤية النادي الأهلي وصواب رؤية النادي الأهلي في استجلابه لا نتكلم أنت سبتولي ما هو أنت سبته عشان ترى هذا الأمر اللي بتتمنى وكل اللعيبة اللي طلعت عارف أنت بتسيبه عشان تتمنى تشوف المشهد ده أيوة أنت عايز تشوف المشهد ده وهو يتفوق ويتأقلم ويتطور عشان تطمئن عندما يعود إليك أنه يكون اللاعب اللي في بالك ولذلك مش عايزين تملي إن إحنا نقول ليه 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 ده ملعبش تملي ندور على اللعيب اللي ملعبش طب ما هو اللاعب ده في التدوير لو قاعد هنقول ليه ملعبش بالظف واخد بالك في دايما الناس هتطلع وبعدين أنا برضو مع عدم لياقة جملة استبعاد تسعة من القائمة هو هي اسمها اختيار القائمة اللي دي من 18 اللاعب هو ما استبعد شيء واختار منهم مش هما 18 لازم أن هسيب 12 يعودوا المستبعد ده اللي يبقى جوة القائمة بتخرجوا لكن هي سياغة فيها سوئنية مش سوئنية وحتى ضغط على اللعيبة وعدم ترفق بمشاعر اللعيبة وتصدير مشاكل للأندية طيب وعشان كده بقولك فيها سوئنية اللي بيعملها قاصل وربما اعتياد على اللفظ يعني قد يكون سوئنية على فكرة ولكن في الأغلب ستنى لما جاء اتعامل مع الموقف أنا اللي يهمني مين اللي دخل القائمة لا يعني على طول من اللي خرج يعني ده الكلام ده لو كان من الممكن إضافتهم ولم يضافوا آه اللي كان ممكن أسمح بالتلاتين يعني لو أنا عندي أنزل بالقائمة تلاتين فروحت مختار واحد وعشرين وأنا استبعدت تسمى بالزبط لكن أنا اخترت دول للمباراة ما استبعدتش دول وعدني من المنطقة جدا لما يكون بختار من التلاتين اختار 18 وده لإصابة وده لأسباب فنية ليه لأسباب فنية ليه ما فيه عملية تدوير في الموضوع يعني بلاش ضغط على اللعيبة حتى اللعيب لما يقعد ما يدهيش يبقى مفهوم السبب المفردات أستاذ برهيم والمصطلعات عندنا عايزة إعادة تفكير على فكرة معظم الناس اللي بتستخدم الجملة دي والله معظمهم بيردادة بحشن إنه من باب التعاود إنه بقى تديك جملة لأنك إنت استبعاد إنك إنت بدأ ما تكره 18 إسم ولا 20 إسم أسألك تكره 9 ولا 7 فلا شمل الاختيار قادي القايمة هي إنت ملكش دعوة بقى من اللي بره القايمة لأنه لازم هيبقى فيه حد بره القايم صحيح طيب رغم إنه نحن في شهر نوفمبر إلا إنه مارس الكولر بدأ يتساعد